النهاردة في وقعة تاني كمان ومكررة من لاعب صعد له امام عشور هذا اللاعب عمل ازمة قبل كده كان في برات السوبر وبرات الاهلي مع وليد سليمان اه مع وليد سليمان اه مع وليد سليمان طبعا اعتاد على لعب كبير بحاجة وليد سليمان طبعا حاجة يعني غير مقبولة النهاردة بيفجر ازمة عنيفة جدا وازمة قوية جدا وبرضه بيحتك بلعابة الناد المصري وبيعتادي وحاجات دي كده لازل قبيل هو سؤال هو سؤال سؤال كمان ما بقدر يعني ي is says yぇ ещё he aml kdale في الدورة التونسى اولوا بلاعب مع منتخب تونس يعمل هاذا الهذا الاداء من اول حاجة ي wack او مباراة في الدورة التونسى يقدار يمة ايده علي حكم في الدورة التونسى لا هات بقى كمان على مستوى المباراة الدولية في كاس العالم مثلا هل يستطيع أنه يعمل كده مع حكم احنا مشوفناه ولذلك أنا بقول أنه لابد أن تكون العقوبة صارمة ليس لأنه فرجاني ساسي تحديدا لا بغض النظر عن مين بس أنا حضرتك باتكلم عليه النهاردة لعب كرة قدم في الدولة المصرية اللجنة الخماسية كان لها الحقيقة يعني مواقف في إصدار عقوبات تجاه رؤساء أندير وإحنا حقينا اللجنة الخماسية على ده النهاردة جيت دور بقى كمان أنهم يعني النهاردة نحن عايزين نشوفها يعمل قيد أنا شايف أنه ده تحدي جديد واحتبار لللجنة الخماسية يعني حتى من خلال إحنا معناش طبعا حقوق الفيديو لكن كل ده موجود على الفيديو وموجود على يوتيوب دي صور من الشكل المؤسف اللي احنا شايفينه كمان يعني خلي بالكو ده من ولد صغير إمام عشور ده ومفروض لاعب مع المنتخب اللومبيو كان عنده مشكلة والكابتن شاوي يا غريب قال لك مش حقده علشان سلوكه يعني ولد لو ولد صغير بلعب في الملعب وشايف فرجاني سياسي اللعيب الدولي المحترف بيعمل كده هعمل زيه بيعمل كده طبعا نه هعمل زيه وأوسقه وأكتر من كده كمان لو بتتكلم على مسؤول في النادي اللي أنا بنتمي دي أو بلعب له بيدي تصريح بيدي برميشن يا جماعة اللي يكلمك ادي له على خلينا نتكلم يا جماعة يعني تجاوز يا كابتن غير مظلوق طبعا هو كان بلعب قبل كده في الدول السودي هل كان يجرؤ يبص الحكم في الدول السودي لا يجرؤ بلعب في دول أوروبا هيجرؤ ان يعمل كده ما يجرؤش التصريح اللي قال له كبيرا ما يعقب عليه دارة النادي بتدي كارت أخضر لكل لعب ان تضرب أي حكم على أفاء إذا الحكم بصله إيه ما حدث اليوم خطوات نتيجتها اللي احنا في ده المرة جاي هتشوف حكم ياخد نقاسم جدا في التعبير يتدرب بالشلوت وياخد بوكس في وجه ويتعمل كده ونوصل لما راح المهازلية الكمان اللي عمله مع شورده برضو لما كانش له عقوبات رداع لانه واضح انه ما ارتدعش من العقوبة الأولى ورق المفروض يا كابتن ان اللاعب اللي توقع عليه عقوبة أي لعب كان في فريق دون أي ألوان وقعت عليك عقوبة عشان تتجاوزت وخرجت عن النص لان ده ليس سابقة خطيرة جدا يا أساس جمال بزبط فلابد من وقفة محددة يعني ما لم يكنك انضباط واخلاق فبلها كورة وبلها رياض بزبط